انفجار لأنبوبة غاز انفجار للغاز أدى إلى تدمير سكانين أو ثلاثة وإلى وفاة من بين الذين تعفوا على الأقل طبيبة غلال شريهان الذي تخرجت منذ أيام فقط إثر حادث الانفجار الذي وقع البارحة بسديس في سديس باتنا بسبب تسرب الغاز وتسرب الغاز هذا تقريبا كل يوم في خبر على تسرب الغاز مما يؤدي إلى تدمير شقة ومن يسكن فيها حتى من يسكن تحت ومن يسكن الفوق وأحيانا تسرب الغاز دون انفجار ولكن يؤدي إلى قتل الناس وهم نائمون والأعداد هائلة خلونا نسمع تصريح من عندهم رسمي كان في بداية هذا العام واش يقول أحد المسؤولين رسميا واش يقول على الموضوع هذا ثم نعود لأن ذبابهم خرج بعد ما تكلمت قبل فترة على الموضوع هذا أكثر من مرة خرج ذبابهم يقول لك واشنو وإحنا ثاني هما مسؤولين على تسرب الغاز إيه لو جيت تعرف المعنى ذلك والله لو عثرت بغلة في العراق لا سألني عنها ربي لماذا لم تصلح لها الطريق بغلة في العراق قبل 14 قرن لو كانت تعثر الحاكمي يخاف من ربه أن يسألوا عليها ويطلع الذباب اليوم ويبرر للعصابة على أساس أن الذين يموتون بالغاز ليس مشكلة الحاكم ليس مشكلة النظام لماذا؟ هو النظام مسؤول على مسؤول على على الغاز أنك تموت به ولا ما تموتش مسؤول على اللي فرنوا وهذو كلي تشريهم هو مش مسؤول خلنا نسمعوا وش يقول أحدهم قبل باش نجيبوا الرسمي باش يكون دايما كل شيء مثبت ثم نقولوا علاش مسؤول نعم الحاكم علاش مسؤول سنقول علاش مسؤول اسمعوا هذا وش يقول في موجة البرد الأخيرة كان استعمال المواطن لأجهزة التدفئة ضروري وفي الأجواء الدافئة كان الموت الصامت يترصد لكل من يتهمن في اتخاذ التدابير الوقائي من واحد جونفي إلى يومنا هذا في ظرف وجيز ستة أيام سجلنا ستاشا قتيل من بينهم ربع عائلات اللي دفتة العائلة طوية تماما مع إسعاف ميتين وخمسين شخص ومن بين الأسباب التي أسفرت عنها التحقيقات حذاري من الصناعة المقلدة سواء كانت مدفعة أو مسخل حمام أو طابونة لأن كل التدخلات إلا وتم وجدنا إما الزجاج مكسر إما قنوة صرف الدخان منعدمة انتقلنا إلى سوق الحامس طيب فترائي التجاري حول هذا تصريح مباشر لمسؤول في الحماية المدنية كان يتكلم على بداية العام هذا 2021 ويقول أنه في بضعة أيام قتل ستة عشر شخص أربع عائلات بعض عائلات طوية الدفتة العائلة نهائيا يعني هذه العائلة اجتثت مبقاش منهم واحد وأنهم كانوا ستة عشر قتيل إن شاء الله شهداء ومئتين وخمسين جريح في بضعة أيام وبصرح العبارة يقول لك بصرح العبارة أحذروا لأن الأحداث في الغالب نتيجة أننا لقينا هذا الفرنوات هذا المدافع المدفعة كما تسمى زجاج مكسر أو التوصيلة يعني هذا البايب اللي وصل خرج الغاز بره مقطع أو يعني خلال في هذه المدافع هذه المدفعات بعض الفرنو بصريح العبارة سؤال بسيط من يأتي بهذه الأجهزة هذه الأجهزة في أكثر من 90% هي مستوردة قليل جدا من يركب في الداخل وسواء كان مستورد أو مركب في الداخل من هو المسؤول على مراقبة ما يدخل للبلاد لماذا توجد جمارك لماذا توجد مراكز لمراقبة ومطابقة المنتوج لماذا لماذا توجد وزارات وإدارات داخل وزارات انتع ليجيان وانتع الصحة وانتع مطابقة المنتوج وانتع 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 ومرات الناس يدفعوا أمواله بش يدوا المطابقات بأنها هي مطابقة لماذا؟ لأن هذه الحكومة هذه مسؤولية النظام القائم الحاكم لإنسان اللي رح يشري موشقع الناس خبراء بش يعرفوا هذا منتوج من شركات محترمة وهذا منتوج مقلد وهذا منتوج شرينه بالبازار وهذا منتوج شرينه بعشرة دولار ويبيعه وليه بخمس ملايين الناس ما تعرفش قليل جدا من يستطيع أن يفرق بينما يباع في السوق وبعدين اللي يباع في السوق ويكون في الغالب ذو جودة معقولة تكون أسعاره ثلاث مرات أربع مرات أسعار لحاجات الأخرى ولأن الناس الفقر يعمل البلاد فالناس تتجه إلى شراء رخيص وش يديره الناس؟ والمفروض أن الغالي مثل الرخيص هناك جهات رسمية تشرف على إعطاء المطابقات لكي يباع عندما لا تقوم هذه الجهات الرسمية وهي اللي يفتاب على وزارات هذا نظام الحكم هو المسؤول الناس قد تكون مسؤوليتها في التركيب وحتى التركيب في البلدان المحترمة هنا في هذه البلاد مثلا لا تستطيع أن تشتري جهاز يشتغل بالغاز مع أنه غاز ديفيل وتركبه وحدك لأنه في جهات أخرى ستطلبك يقول لك من ركب لك هذا الجهاز؟ كنت تقول لهم ركبتي واحدة جريمة يجب أن يركبوا رصاص بلومبي مختص ليس رصاص بلومبي مختص يدرسون حساب مرة ما قال لي واحد الصديقي يشتغل بلومبي نظر أن يأخذوا سنتين لكي يجعلوا شيء يسميه الجوركي إذا ذاكرته جيدة يدرسوا دراسة وكأنه دراسة جامعية ودراسة قوية لكي يأخذ شهادة لسانس تعطيه الحق في تركيب الأجهزة اللي تشتغل بالغاز أنا مأجر هنا على البلدية وأدفع كل شهر حق الإيجار ومع ذلك لا أستطيع أن نركب أي شيء إذا كان في الغاز هم يجيوا يركبوه أو نجيب واحد ونثبتوا ونعطي لهم الشهادة أن اللي يركبوا هو فلان بش يكون هو المسؤول كون يسرى شيء وفي كل سنة يبعثونا مرتين على الأقل البلدية ترسل وإذا كنت كاري على بريفي نفس الشيء يرسل على الأقل مرة في السنة إلى مرتين يرسلون خبراء باش يشوفوا الشوفو والفورن وتعال الغاز مع أنه كلش غاز دفيل يعني لا يستطيع أن نرسلوا بشكل رادياتور يرسلونه ويرحوهم من نقطة بنقطة يستطيع أن يتعال الغاز يستطيع أن يكون لديك أكسيد الكربون أكثر من ما يجب ومرة أيضا يضعون هذه الألارم التي يجب أن يكون الأكسيد الكربون فوقها يجب أن تشعل الألارم يجب أن تحضر انذار مثل الحرائق يجب أن تحضر انذار يبعثوا لك مرة زوج ما تردش عليهم يهدوك يقولوا لك أنا ممكن أن يأخذوك للقاضل ويحكم عليك غرامات يعني ما عندكش الحق هما يقوموا بهذا وإذا كنت يجب أن تدفع لهم فستدفع لهم أنت فيما بعد على السيرفيس اللي قاموا به ومرات البلدية تقوم به بدون مقابل لأنها تريد حماية الناس وما تخليش واحد لأنه ما عندوش 100 باوند ولا 200 باوند تخليه يعيش في الريسك فيديرها تقريبا بدون مقابل ها هي الدول اللي تحترم نفسها وما تقدرش تجد اليوم هنا في هذه البلاد على سبيل المثال رادياتور والله تعقاز والله ما يسواش لأن الليبيا ولو كان يكتشفوا عنده جريمة جريمة حقيقية ولأن الجمارك تفيريفي بحق ولأن الأجهزة اللي هي سواء تعال التجارة أو تعال الهيلث انت سيفتي أو يفيريفيوا كل شيء يعالجوا كل شيء رقبوا كل شيء فهموا معنى لو عثرت بغلة في العراق لا سألاني عنها ربي ليس شرط يقول هالك هو بهذه الطريقة فهم معنى الحاكم ومسؤوليته كيف يقول الحاكم جهاز الحكم هم مسؤولين في الغالب اللهم إلا على اللي ما يقوموش واحد يخلي القاس شاعل بلا ما فاق أو واحد هذيك مسؤوليته بالصح في الغالب الأغلبية العظمى ممن يموتون سواء في انفجارات أو في قتل صامت بلوكسيد الكربون مسؤولية عصابات الحكم اللي اليوم رأي في البلاد وهي اللي تتحمل المسؤولية الأولى وخلوكم يا ذباب والله يا جهال من قولنا وعلى هم مسؤولي على هذه هم المسؤولين قبل 14 القرن كان يقولها سيدنا عمر بعد 14 القرن أنا عايشينها مع هذه الأقوام الأجهزة اللي تعطي السكن واللي تمد واللي تجيب هذه الأدوات هنا في البلاد هذه الدولة ما تستورد شيء يستورد كلش بريفي الرقابة تعالجمارك الرقابة تعالأجهزة الرقابة تعالأكثر من جهاز تخلي في هذه البلاد في بريطانيا اللي هي كثير من بيوتها مخدومين بالحطب مش حتى بالبيطان كثير من البيوت هنا حطب تخليها واحدة من أقل البلدان اللي يقع فيها هذه تعتصر بالغاز أو الانفجارات من أقل البلدان ربما الجزائر تتجاوزها بخمسين ضعف اللي يموتوا في الجزائر ربما خمسين مرة أو أكثر من اللي يموتوا في بريطانيا مع أن عدد سكان بريطانيا أكثر من سكان الجزائر سبعة وستين مليون أقل شيء لكنه العبث لكنه الجهل لكنه الطرافيق الرشاوي كثيرين يدخلوا يدخلك ألف فورن أو رادياتور أو عشرات الألاف يجيبوها يجيبو آخر شيء من الصين أو من طايفان أو من أي مكان ربما يشيروه بعشرة دولار ويقوموا بخمس ملايين بسحف الطريق يمد الشكارة يمد الشكارة لدوان يمد الشكارة لتعالهلثة لسافتي لتعاليجيان وصحة يمد الشكارة لتعالي لصنص يمد الشكارة لا يهموش ما عندوش ضمير ما على بلوش راح متسبب هو والحاكم واللي خذ عليه الشكارة في هذه النفس اللي ماتت وإذا اليوم ما فيش خانون ستأتي الدولة المدنية ويكون فيها خانون ويتحاسبوا الناس أما من كان في قلبه ذرة إيمان وبعضهم ربما يحجوا راح إذا قتلت الناس بعتلهم أدوات يموتوا بها حجك لا ينفع ولا صلاتك ولا صيامك ولا إيمانك لا ينفعك شيء أنت تقتل الناس لأنك تنهب أموالهم ولأنك تمد الرشاوي باش تبيع أدوات لا تصلح باش تبيع أدوات تؤدي لقتل الرضيع وقتل الأم وقتل عائلة لا ينفعه شيء إذا راك تعتقد أنك تصلي وتصوم وتروح للحج وانتهت القضية راه لا ينفعك شيء إذا تسببت في قتل الناس بهذه التجارة الفاجرة إذا تسببت ما ديتش كائر للناهبين باش تبيع أشياء ما تصلحش وأشياء فيها المخاطرة وانت ما تدهاش لدارك لأنك تعرف أنه ممكن للغاز يتسرب بالك تحسب القضية راهي ساهلة وإلا درت أعمامه وحجيت انتهت القضية راهي القضية مش هات حقوق الناس راو ربي ما يتسمحش فيها الله سبحانه وتعالى قد يسمح في حقوقه إذا شاء في تقصيرك مع الله قد يسمح لك إذا شاء حقوق الناس ربي ما يسمحش فيها لأنه سمعت بعض الناس يبرها دينيا بالمقلوب تزوير الدين وتزييف الدين ترجمة نانسي قنقر